إذا تطرقنا إلى جانب الفقه وصناعة فتوى تحديداً سنجد أنه لم يخل قطر من أقطار الإسلام في عصر من العصور من وجود نساء موقعات عن الله في القرن الثالث الهجري نلاقي في القيروان فقيهتي تونس حسن التعبير المؤرخ للثقافة التونسية حسن حسني عبدالوحاب الأولى أسماء بنت أسد ابن الفرات تفيت سنة 250 هجري تعلمت عليدي أبيها شاركت في مجالس المناظرة والسؤال التي كان يعقدها تفقّت على مذهب أبي حنيفة رغم شهرة أبيها في المذهب المالكي أما فقيها تونس الثانية فهي خديجة بنت الإمام سحنون تفية سنة 270 هجري المؤسس الثاني للمذهب المالكي وناشره في الغرب الإسلامي وصفها مترجم رجال الفقه المالكي القاضي عياض بأنها من خيار الناس غير بعد عن تونس في العصر نفسه نجد في مصر الفقهة أخت إسماعيل بن يحيى المزني ناصر المذهب الشافعي كانت تنافسه وتناقشه ومن طريف أثر منافستها له أنه أغفل ذكرها فكانت تعرف بأخت المزني وآفاد الصيوطي في حسن المحاضرة بأنه كانت تحضر مجلس الشافعي فقد علق الفقهة الرافع على قوله رواه المزني في المختصر عن من يثق به عن الشافعي بقوله وذاكر بعض الشارحين أن أخته روات له ذلك عن الشافعي فلم يحب تسميتها في الأندلس ذكر مؤرخها ابن عميرة الضبي فاطمة بن تحية ابن يوسف المغامي وصفها بأنها عالمة فقيها ورع استوطنت قرطبة وبها توفيت ولم يرى على نعش امرأة ما رؤية على نعشها من كثرة المشيعين في العراق نجد أن أم عيسى بنت إبراهيم الحربي تفيت 328 هجري كانت عالمة فاضلة تفتي بالفقه كذلك في خرسان بأقصى الشرق جهة إيران تخبرنا كتب التراجم عن أم الفضل عائشة بنت أحمد الكسائي توفيت سنة 529 هجري وصفت بأنها امرأة عالمة فقيها سمعت جدتها بنت زكريا المكي الهلالي لقرن نفسه نقرأ عن العالمة التقية شهيدة بنت أحمد الإبري برعت في العلوم شورة فضلها بالأفاق نمى بالعراق لها مشاركة بكثير من العلوم ولسيم الفقه كانت تجلس من وراء حجاب تقرأ الطلاب وتتلمذ عليها خلق كثير من أشهر الفقيهات التي مارسنا فتوى وتركنا بصمات في مثب الحنفي المفتية فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي مؤلف كتاب تحفة الفقهاء وزوجة الإمام علاء الدين الكساني توفيت هي قبله صاحب كتاب بدائع الصناع فقد تفقهت على أبيها حفظت مصنفه وتحفى وكانت تنقل المدثب نقلا جيدا كان زوجها ربما يهم في الفتية فترده إلى الصواب وتعرف وجه الخطأ كانت الفتوى أولا تخرج عليها تقرأها ثم بعد ذلك يعطيها يجهزها أم لا يجهزها في القرن السابع تصادفنا بفاطمة بنت الإمام السيد أحمد الرفاعي الكبير سنة 607 هجري كانت فقيها في دين الله عالمة فاضلة كذلك زينب ابنة أبي القاسم الشهير بأم المؤيد أدركت جماعة من أعيان العلماء أخذت عنهم رواية وإجازة ممن أجازها الزمخشري مؤلف تفسير الكشاف وممن أجازتهم من أكابر العلماء العلامة المؤرخ قاضي القضاء ابن خلكان الشهير في القرن الثامن كثرة المحدثين والفقهاء الموسوعيين وتصعفنا الموسوع التي ترجم فيها الحافظ ابن حجر لأعيان هذا القرن الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة بتراجم لكثير كثير من الفقهات العالمات المحدثات شاع في هذا العصر إطلاق أسماء وألقاب على العالمات ذات الدلالات منها ست العلماء ست الفقهاء ست الوزراء ست الملوك وأطلق على هنا ذلك ست العلماء بنت شيخة رباط درب المهراني ست فقهاء أمة الرحمن ابنة إبراهيم الصالحية الحنبلية ست فقهاء بنت الخطيب شرف الدين العباسي حدثت هي وأخوها علاء الدين مع الحافظ أبي الحجاج المزي بأجزاء من أمالي الجوهري وأختها ست القضاء بنت الخطيب كما ذكر الحافظ الذهبي كل من ست الوزراء بنت عمر المنجي وصفها بمسندة الوقت ست الملوك فاطمة بنت علي بنت أبي البدر توفيت في سنة 710 هجري في القرن التاسع حصر بعض الباحثين عدد من الفقهات التي لهن علاقة بمكة إقامة وجوارا أو زيارة بحوالي 270 فقيها ذكرت إحدى الكاتبات أن عدد النساء التي ترجم لهن السخاوي في كتبه ضوء اللامع في القرن التاسع 1080 سيدة معظمهن من الفقيهات المحدثات هذا يدل جهد نساء عظيم في الفقه والتدوين القرن العاشر الشيخ العالم العامي لأم عبد الوهاب بنت الباعون الدمشقية هي أحد أفراد الدهر حمئلت إلى القاهرة ونات من العلوم حظا وافرا وجيزت في الإفتاء والتدريس القرن الحادي عشر تلاقينا في مكة المحدثة قريش بنت عبد القادر الطبري كانت فقيها من بيت علم كبير كانت تقرأ عليه كتب الحديث في منزلها عدى صاحب فهرس الفهارس من مسانيد الحجاز السبعة الذين قويت بهم شوكة الحديث النبو الشريف في القرن الحادي عشر وما بعده